بسم الله الرحمن الرحيم تعرفنا بالاسبوع الاول على الواجهات المستخدم الرسومية تعرفنا على مقدمة نظرية على كافة خصائص الواجهات على كافة الكائنات على الفروقات الاساسية بالتوابع الخاصة بكل كائن من الكائنات وشفنا اهم الادوات اللي بتيحها للادا قايد شفنا شريط الادوات بالاضافة للكائنات بالأوبجيكت شفنا كمان شريط الادوات اللي بأسفل الادا قايد كيف بتيح الحصول على خاصية التاقة لكل عنصر شفنا الفروقات الاساسية بين التوابع وتوابع التهيئات التابع opening fcn وتابع output fcn شفنا التابع close function أو close fcn شو وظيفته وتعرفنا على أداة المحاذات الكائنات يوم بإذن الله رح ناخد مجموعة من الأمثلة رح نحاول نغطي فيها أساسيات الكائنات الأساسية ببرمجة الواجهات رح نتعرف على أهم الأوامر البرمجة رح ناخد كله من خلال مثال بسيط رح نبلش فيه بشكل صغير رح نطوره رح نطوره فيه عندنا تابع اسمه close request function بمجرد استدعاء الملف mfile رح يطلب مني الحفوظ رح نسمي الواجهة عندي my.goi رح يفتح لي ملف mfile الخاص بالواجهة مثل ما ذكرنا التابع close request function وضيفته للإغلاق فرح ضيف لهذا التابع الأسطور البرمجية الموضحة بالأسبوع الأول يلي هي مبينة هون رح نعمل نسخ لسخ رح نشوف كيف ممكن النفذها عندي أول شي الخاصية الأولى من خلال تابع get عم محصل على position الخاص بالواجهة اللي عندي handles.figure1 رح تشير على الواجهة ككل مثل ما ذكرنا عندي لك الواجهة tag ممكن أعرفه من أسفل لدى guide الزاوية السفلية على يسار tag the currently selected object tag الواجهة اللي مختاره هلأ الواجهة ككل وبالتالي رح يطلع عندي التاغ figure1 أو ممكن property inspector عندي الخاصية tag figure1 لو رجعت للملف mfile figure1 من خلال question dialog مربع السؤال رح يظهر عندي مربع حوار رح يسألني هل ترغب بالإغلاق فعندي خيارين yes أو no بحال اخترت no take no action ما رح يقوم بأي شي بحال اخترت yes رح يقوم بتنفيذ تابع delete اللي وظيفته إغلاق الواجهة فهلا لو نفذنا رح تلاحظ عند الإغلاق رح يسألني yes or no ما رح يعمل شي yes رح يأغلق الواجهة ممكن بطريقة مشابهة أنه برمج زر للإغلاق سمي close والتاغ التاغ ما بيهمني ما بيهمني التاغ فلو رحت على خصائص على الكلباك تبع هذا الفانكشن ونفس الأصور البرمجية كتبتها ما في داعي أعمل أي تغيير ونفذت الواجهة رح يظهر عندي close فلو حطت له close رح يعطيه نفس العبارة yes or no رح يظل مكانه yes رح يسكر لي الواجهة هلا خلونا نشوف كيف ممكن نضيف صورة لعدنا الواجهة فلو حطيت بأعلى الواجهة عنصر access ودخلت على التابع opening fcn لاحظ أنه مو ظاهر هون فمجرد بس على اليديتور go to عندي opening fcn رح أكتب رح أكتب بالأسطورة البرمجية من نوع جي بي جي بي جي اسمه matlab رح أقل له أنه أظهر لي هاي الصورة على axis من خلال axis 1 فلو دخلت على خصائص property expector أو من خلال أحدد على قائن axis tag axis 1 axis 1 image show image read رح تقرأ الصورة وimage show رح تعرض الصورة x fastly map نلاحظ نفس البرنامج رح يظهر matlab for engineers مثل ما ذكرت الصورة هاي من نفس مستهار اللي حفظت عليه الملف infile وملف figure اللي هو على سطح المكتب رح أغير لون خلفية الشاشة خلفية الواجهة عفوان الخطوة الأولى رح يكتب برنامج بسيط لجمع عددين بعدين رح تطور البرنامج خطوة بخطوة ورح يحتاج هذا البرنامج لعنصرين إدى التكست والعنصر الثالث لأظهر النتيجة رح تطور بوش بوتون عندي أول شيء لإدى التكست رح أعطي التاج enter first number عفوان string ورح أعطي التاج x1 بعدين لإدى التكست الثاني enter second number رح أعطي tag x2 لاحظوا معي عما اختار اللون كمان اللون مسؤول عنه مصفوفة red green blue فمجرد ما اختار اللون اللي بدي هي رح يتم تغيير قيام الالوان بحيث تعطي اللون المطلوب اما العنصر push button اللي رح يكون مسؤول عن تقيام بعمليات الجمع رح أسميه sum التاج ما بيهمني حعطي اللون يكون الغورنج رح أدخل على callback رح أطلب من هذا التابع جب لي قيمة x من خلال التابع get رح يشير من خلال الهندلز على edit text الأول اللي سميته x1 ورح يستدعي string وبعد ما يجيب x رح ياخد ها كقيمة محرفية يعني يحول ها ل double من خلال التابع double string to double وبنفس الطريقة رح يجيب القيمة y و z رح تكون x زائد y النتيجة بدي أسندها لل edit text التالت التي تظهر هون سأدخل على خصائص edit text سأعطي لون مختلف رح خليها مثلا خليها 2 و رح خليها 3 لو رجعت لعلى callback الخاص بال push button عندي z رح أسند handles dot r عندي الخاصية string بدي أسند القيمة double to string z z لو نفذت سأخذ بال default 2 و 3 مجموع و افتراض يعطيني 5 خطأ بالسطر 197 لو كبست عليه خطأ هون لنتأكد من string double to string z x زائد y ننتأكد من خاصيتك r تمام نرجع الكلب double to string خلن نقرأ الخطأ العطانية undefined function double to string for input agreement of type double ما في مشكلة رح أرجع رحلو هاي z z رحلو z تساوي double to string str r z زائد هل هون رح له هتطل z وضع تاني خطأ نفس الخطأ undefined function double to string تمام لو حطت num to string تمام عمل لي الخطأ هون بالdouble help double str اعفون to str تمام ما عندي تابع اسمه double to str عندي تابع اسمه num to str بس بالعكس موجود تمام التابع الموجود اسمه double to str not found التابع الموجود اسمه num to str بس بشكل معاكس عندي تابع اسمه str to double str to double convert string to double precision value نرجع لواجهتنا لو غيرت الى القيام نظر للقيمة نفسه لو غيرت الى القيام مرة تانية هذا تغير خلونا هلا ان نضيف ممكن ما مواضح السؤال ممكن نتوضيح ممتحه تابعاً موسيقى لحيط اشترى لحيط بس بشيط نحوه تابعاً تابعاً اشتركوا في القناة 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 الرسم اشتركوا في القناة 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 من خلال aggregate m Bennett اشتركوا في القناة ان تجترك yea اشتركوا في القناة راح اختار اشتركوا اختار سين سوف أرسمي السين سين سوف أرسمي السين ثم نتابع القصة أول شيء من اللاحظ أعطاني select your function بس أعطاني خطأ دعونا نرى ما هو الخطأ undefined function of y تمام تمام هنا أعطاني خطأ أعطاني خطأ أعطاني خطأ أنت نفذ هو الواحد وكمل بعد يعني هون لما أعطيت واحد سوف أظهر لي select your function بس سوف ينهي ال end فأعطاني ما عندي شيء اسمه y فأنا لو أعطيت هاي البلوت مع الأكسس داخل كيس 2 و 3 و 4 فأنا لم أعطاني هذا الخطأ نعم لو أعطيت هون بس طبعا الحال الأولى هي الحال الأعام فأنا بحط أخر شيء بحط بلوت واحدة فهذا لو نفذت مرة سوف أعطاني الخطأ سوف أعطاني select your function بدون ما سوف أعطاني الخطأ لو أردت أني كبر الخط سوف أعطاني سوف أعطاني الخطأ لخصائص ال static text لدي حجم الخط بحدده ممكن ساوي 15 مثلا ممكن أرجع نفذ التابع select your function بعدين sine بعدين cosine ممكن بنفس الطريقة أظهر اسم كل تابع والتنفيذه هون مثلا sine cosine تابع تابع لوسي فبهالطريقة كل ما أختار تابع سيتم إظهار اسمه كما ترى كما ترى سوف نضيف برنامجنا إمكانية المستخدم هو يحدد مجال الرسم بشكل افتراضي 2 من الصفر بخطوة B على 10 لالتنين B لو أردت جعل المستخدم هو يحدد هذا المجال فعندي أول شي يحدد المينموم والماكسيموم والخطوة سأخذها الماكسيموم على عشرة فعندي أول شي بدي استخدام راديو بوتون هدا أول شي هدا الريديو بوتون وظيفته يسأل المستخدم يحدد المجال أو ما يحدده فراح تسمي تحديد مثلا المجال سأجعل القيمة الأولى هي هي والقيمة الثانية سيتم إدخالها هدول القيمتين سأعطيهم بشكل افتراضي المجال وحنا الثانية سيكون مخفيين سيكون مخفيين عندما عندي ضرورة هدول سيكون هدول مخفيين سيكون مخفيين عن تشغيل واجهها من لاحظ ما عندي غير تحديد الزمان ستكون مفعلة الظهرة والإشارات الاشارات. هلأ راح ادخل على الكلباك الخاص ملاحظ راس قبل. هلأ هون نلاحظ انه خليتهم مخفيين من خصائصهم. انا ممكن بطريقة تانية. ممكن بطريقة تانية من خلال تابع اوبنينج فانكشن. نضيف الاسطور. set handles.x1.feasible.off وبعدين اكس اثنين كمان بنصف الطريقة. هل راح اشغل الواجهة ما راح يظهره. هدا لو دخلت على الكلباك الخاص بالبوب اوب منيو. فصار عندي امكانية تحديد مجال الزمن اللي هو التى. اما من المستخدم او من البرنامج. بشكل تلقائي تكون ديفولت يعني. فرح اول خطوة state راح اخد القيمة. بعدين راح اخد القيمة راح سنتظرم تحول اس اللي هي قيمة الراديو بوتوم. handles dot. الراديو بوتوم واحد. راديو. بوتوم. واحد. راح اخد الخاصية value. راح شوف قيمتها. بعد ما اخد هالقيمة. راح شوف اذا كانت واحد. او خلونا بالاول الصفر. راح تكون منفع عليه. وبالتاية default 2 راح تكون على حالتها. اما else راح تكون الاس واحد. فعندي بدي اخدهم بقى قيمتين. القيمة الاولى هي بداية المجال ونهاية المجال. يعني minimum value وmaximum value. اللي هي الاكس واحد والاكس. اثنين. فلح اخد القيمة اكس. استي ار. تو دوبل. راح اخد القيمة احولها من سترينج تو دوبل. get handles.x1.string. بعدين عندي y. x y. هلا في احتمال المستخدم ما يدخل القيمة ادخل محارف. فهذا الشي راح يعطي خطأ. فمشان هيك راح اتفحص القيمة اللي تم ادخالها. فمن خلال التابع is none راح يتفحص هل هي قيمة ولا ما لا قيمة. فاذا ما لا قيمة. اذا ما لا قيمة. فراح يعطيني خطأ. يعني اذا تم ادخال محراف. اما اذا كانت قيمة. فراح ما راح يعطي اي خطأ. وراح يتابع. التابع is none. يعني is not a value. راح يعطي واحد. يعني راح يعطي واحد. اذا تم ادخال محراف. is not a value. راح يعطي واحد. اذا تم ادخال محراف. وبالتالي. اذا عاد واحد. راح تساوي القيمة. يعني هذا الشرط راح يتحقق. وبالتالي. set handles. راح اطلب من المستخدم. تظهر العبارة. ادخل قيمة رقمية. enter to limits. احتم. اظهر العبارة. enter to limits. يعني ادخل قيمة. ادخل قيمة. يعني ممكن كمان يكون مم ادخل قيمة. يعني مم ادخل اي شي. فكمان نفصل الحالة. يعني هتكون is not value. else راح يكون مم ادخل قيمة. راح ياخد القيمة الاخيرة. يعني او هون راح يبلش من القيمة الاولى مثلا. الخطوة بيناتهم راح تكون. من x نائس y. راح نفرض على مية. او على عشرة. لل y. end. end. وهلا راح يتم تنفيذ. ال switch. فبهل حالة. بهل حالة. راح ياخد قيمة ال radio button. اذا كانت صفر يعني مم فعالة راح يعطي default t. اما اذا انفعله فرح يطلب ادخال القيمة بمربعي الحوار. بعد ما يطلب القيمة. راح يتفحص القيم اللي تم ادخالها. فاذا كانت قيم رقمية. راح ياخد ال. اصغر قيمة هي x. الخطوة. x نائس y. او هون. اكس نائس y. لأ هون. y نائس x. لازم y نائس x. معنا الكبيرة. y نائس x على 10. تمام عالمية. راح تكون التاهية. من ال x ل a y نائس x عالمية. بس بهل كتابة. راح تكون اولوية للقسمة. مشان هيك انا مضطر هون. نحط عندي الاقواس. هلا بي عندي خطوة واحدة. من لاحظ لو. فعلت تحديد المجال. ما راح يصير اي شي. فبقي عندي خطوة واحدة. هي اني اكتب الكود اللازم. لإظهار الكائنات. بالإيدة التكست. وقت. فرح اقول له هون. لما تتفعل. سيت هاندل. دوت. عندي. عندي. تاق. تاق. x1. x2. x1. visible. on. ونفس الشي للاكس. اثنين. فهلا. لو قلت له. تحديد المجال. اظهر لي. في القيام. راح اختار. ساين. راح اختار. ساين. راح اختار. ساين. من الثنين. للخمسة. راح اختار ساين. منلاحظ. من الثنين. للخمسة. من الواحد للتسعة من الواحد للتسعة لو ما أدخلت قيمة Enter to limits لو أدخلت محرف Enter to limits لو غيرت المحرف القيمة لتكون تسعة رسم لي الإشارة أو أقف معدرسة سوف أفتحه البرنامج من الواحد للعشرة مثلا سين كوسين طبعه دوسي تعلمنا كيف يمكن برمج زر الإغلاق كيف يمكن التعامل مع pop up menu كيف يمكن التعامل مع radio button كيف يمكن برمج زرار push button شفنا الكائنات إدى التكست تعلمنا كيف يمكن نتعامل مع access لرسوم البيانية كيف يمكن نتعامل مع access لقراءة الصور وشفنا الكائنات الكائن static text هات كل شي بيتعلق بالجزء العملي دليوم منتكم استفدتو إذا في عنكم أي سؤال تفضلوا